اشتركوا في القناة ماضون في تظاهراتهم قاسميون الفداء لا يهابون فلول المرتزقة ولا المحتلين الصغار اما الخليفين فمستمرون في عدائهم ومحاربتهم للشعب الاصيل في معتقداته وقيمه حيث تم اليوم وللأسبوع الثالث عشر على التوالي منع أكبر تجمع لصلاة الجمعة بجامع الصادق بالدرازة المحاصرة ويتزامن ذلك مع اقتراب جلسة محاكمة آية الله عيسى قاسم ومن يحاول اسكاة الشعب هذه لغته عن حقه فانما يحاول المستحيل النظام الخليفي داهم يوم أمس مقر جمعية الوفاق والتي صدر قرار بحلها في يونيو الماضي مع استمرار محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان بتهم باطلة سياسة لي الذراع وتشديد القمع لن تكون فعالة مع شعب أصيل مرتبط بقيم السماء عوضا عن كونه مؤمنا بقضيته وأداء تكليفه الشرعي أيا كانت النتائج وهو الانتصار الحقيقي حناجر البحرانيين تعلوا بسقوط الخليفيين الطغاة ورحيل المحتل السعودي وأقدامهم ثابتة في الميادين مقاومون من أجل الوجود والهوية ولن يهنأ لهم بال إلا بتقرير مصيرهم والقصاص من المجرمين القتلى اشتركوا في القناة